هو والدي وصاحبي وأخويا برضو أخويا كبير وهو يعني سكرت لي واقف في ظهري هنا في البيت وفي النادي من أول هنا في البيت بيكلمني أنا قد طرف ملعب نقلت الصراحة كلمت معي يعني على إن أنا رجع السرد باك هو بيكلمني في الموضوع ده وبيخد رأيي كصاحب وأنا وفقته الرأي وبدأنا في السيف اللي احنا نتمرن وكده وكان معي في كل تمرينة وفي ظهري وبيكلمني وبيفاهمني وهو أكتر خبرة يعني هو ما شاء الله وحب نقصر الدنيا نادي أهلي وست سنين في نادي الاسماعيلي وفي السعودية نادي النصر فما شاء الله هو مدرب كبير وكان لعب كبير وبيديني نصايح في البيت وبيجي معي النادي كل تمرينة وكل ماتش ماتش ودي ماتش رسمي بيجي يتفرج ودي النصايح ونتكلم مع بعض ممكن نوصل لأربع ساعات اللي نتكلم في الكورة والصراحة أنا باستفاد منه كتير اللي هو خبرة يعني ما شاء الله ما بتخلصش وهو ما شاء الله يعني قموس كورة يعني هو هو اللي يخلينا وصل اللي أنا فيه دلوقتي وأنا أوه موصلتش لحاجة الهدف من الأهداف اللي أنا في دماغي أو اللي احنا بالشارك بعض فيها اللي احنا عايزين نوصل لها بسا احنا لسا على سلم النجاح اللي احنا في الأول يعني دلوقتي عندنا مرحلة اللي احنا طواندشر سنة وتسعدت مع الفين وخمسة وهو واقف في ظهري إن شاء الله خمان سنة سنتين تشوفوني في الفيرستيم آآ نادي الأهلي أو في أي حدة تانية ودي برضو مع مساعدته وليا آآ والله يعني أنا في البيت ولا حاجة أنا ما شفت يعني أنا ما شفتش متوشة كتير عشان أنا موليد الفين وستة أنا ما شفت قلت لسه صغير وهو برعب آآ فأنا لما قلت في النادي فكل الناس بتكلمني عليه كل الناس بتتكلم يعني حوالي إن هو قد ايه ماشاء الله مدرب ولعيب كبير فأنا بسمع وبفضل ايه اتعلم كده وقوم فخور بيه وفخور إن هو بابوي اللي أنا قاعد أمه ما معرفوش مثلا إذ أنا ابنه ولاية الناس بتتكلم عنه ونخش كده إذ أنا أنا معرفوش أنا بس يعني مقرب بس اللي أنا معجب بيه زي زيهم وشوف دماغهم ومشاء الله كلهم بتتكلموا عليه بسطورة كويسة جدا وأنا برضو الصراح ببقى فخور إن أنا نفس أولهم اللي هو والدي يعني هو أكتر واحد يعني تعب وبيتعب معايا ومع أخواتي نحن نوصل للمرحلة اللي احنا فيها كل واحد ما شاء الله دخل المجال هو في دهره حتى لو مجال غير الكورة بوايا بيقف جنبهم كل كل أخ وأخت لي بيقف معاهم في دهرهم وينصحهم هتقول إيه لعبد الرحمن متكلم بسم الله ما شاء الله عبد الرحمن فاي إنهم ما خدوا بعض هو عبد الرحمن قلت بيلعب ليبرو ها 2006 السنة دي آه السنة دي غيرنا كان بيلعب فرود؟ كان بيلعب فرود وكان بيلعب طرف ملعب طرفيش مال أو اليمين؟ يمين عشان هو أشول إيه اللي وده اليمين؟ عشان بايا نفسك هكذا بايا طلع حاجة كده ربنا خليهول بش كنت خلي فرود الفرود بيجيب فلوس لا أنا مش فارغ معا الفلوس هادي ما فارغ معا إن هو يبقى إن شاء الله تشوف كده أحسن لعيب موجود في مصر إن شاء الله أنا همش إن هو يبقى مبسوط يبقى إحنا دايما بنتكلم في حاجتين مهمين جزء التعليم وجزء الكرة وإن الاتنين نقدر إن هما يكملوا بعض عبد الرحمن واخد حاجات كتير من شخصيتي لما بسمع من المدربين ومن الناس اللي بتعاملوا معاه كلام كويس أنا بكون مبسوط جدا اتفاجئت بيه بطريق كلامه وشخصيته مش كده خالص عبد الرحمن وليل الكلام اتفاجئت إن هو بسم الله ما شاء الله يدر إن هو لما تسمعته الوقت يدر يوصل الكلام لأكتر من ديتين وثلاثة وفاهمه وعايز يوصل لغات فين أنا بتمنى التوفيق إن شاء الله في المشوار وإحنا متفقين إن المشوار في الكرة مشوار طويل مشوار فيه تعب ومشوار فيه محطات وإحنا لسه في المحطة الأولى هي محطة النشئين وإنت محظوظ إن انت موجود في النادي الأهلي هو عارف كده كويس وأدامك كتير تقدمه عشان تبقى موجود في النادي الأهلي السنة دي الكابتن بدر راجعه الكابتن على عبده الكابتن بدر كالمدير الفن اللي اخطع النشئين الكابتن على عبده المدير الفني لألفين وخمسة اختنعوا إن انت تبقى موجود في مركز المدافع وبصوا عليك بشكل كويس وقيموك هم كفنيين بشكل كويس بعيد عن أبوك عماد النحاس وبناء على أنت بتتمرن مع 2006 بتنضم إلى 2005 بدأت أول مباراة مع 2005 النهاردة بتنزل تتمرن مع 2006 دي الحياة المحطات اللي احنا بيتكلم عليها أن انت لازم تتعلم هم شافينه ولازم تتعلم وتتعب وتبع عرف أن المشوار خلاص هو والدك كان لي والدك موجود بسمعته اسمه موجوده اللي انت ديته وانت لازم تحفر زي ما اتفقنا عشان توصل ربنا خليه لك يا رب إن شاء الله مع أنا محمد ابنك التاني عاوزوها شوفي يقولك بردو بعت لك حسالة أنا محمد عماد النحاس ابن كابتن عماد النحاس أنا فعلا متشرف من كابتن عماد النحاس بغواية وفعلا مفخور بكده والفخر ده جاي اللي من عيون الناس من أخش أي مكان بي أو من غير وبشوف اللي احترام في عيون الناس وان الناس لما تجي تكلمني عنهم قديه هو كلعب محترم ولعب جامد وكان من أفضل مدافعين في تاريخ مصر وانا مكرم كنت شوفته كتير ما شفتهش كتير في الملعب لكن انا شوفته كمدرب وقديه هو كان عبكري وقديه هو كان عنده فكر وهو فعلا مساعدنا بكل الطرق الممكنة وانهو فعلا دعم لنا وبقى دايما وقى في ظهري وبيساعدني ولما بحتاج أي حاجة بروح له وقعد أتكلم معاه وانما بحطر من أي شيء هو أول واحد في ظهري وأول واحد بيديني حلول وانهو بفضله الحمد لله أنا في هندسة واي حاجة هعملها أو هكتسبها هتبقى منه وانهو بيفيدنا دايما بخبرته هتقول إيه يا محمد ده محمد طبعا محمد أكبر من عبد الرحمن يعني هتعرض الفيديو بتاع برحمن الفيديوهات احنا ما هم كلهم ولادك ده الحوار اللي داير بيننا اليومين اللي فاتوا دول أنا وزوجته كده إنه ممكن مع تشوف بس السنة دي سنة مهمة بالنسبة له سنة رابعة ولو فيه إمكانية أنه يخش معه التمثيل ممكن المحمد بتمنى له إن شاء الله توفيه في المجال بتاعه مجال هندسة هندسة الكمبيوتر وفي حياته محمد واخد برضو حيات من الشخصية تلاقي اللي اتنين واحد شبهي شوية في مرحلة في الوش واحد تاني شبهي في مرحلة تانية في مرحلة تانية في الوش نا ونقوله بقى الفنان محمد بيعمل حيات جميلة على التيك توك فاناقول للناس يتابعوه يعني طيب ربنا خلهوله معانا حمزة كمان اه انا اغيب ان الاسرة ده ده قلبي ده انا حمزة عماني النحاس امني الكابتن عماني النحاس انا الفين واربعة عشر بلعب بالندي الاهلي وقولولي يا عزيزو انا كان بابايا كان تندي وداري كان اي حاجة كان نفس بيا كان بيقف معايا كان اي ترينة كنت براحة كان بيقف معايا اه وكان انا انا ما نفس في اي حاجة عايز احققها وكان بيقف خرايا ويمشي معايا حتى احققها لما وروحي المتشاط لما بابايا بيجي معايا لما يكون حيلو كان بابايا بيجيب الهدية شانا يكون مستور وحقق حلمي وكون زي حمزة متكلم وانا لعيب كنت محروم شوية كتير من عيالي خاصة الرانا ومحمد امتن رانا كانت بيتيجي معايا كنت باخد انا معايا الاسماعيل واخدها معايا الملعب واخدها معايا التمارين وهي لسه صغيرة لكن ولادي ما حد شافني فيهم وانا بلعب كورا بيشوفوا متشاط شوفوا لطاط يشوفوا جواني اه يسمعوا كلام الناس لكن طبعا حمزة ده الفاكهة بتاعتي واخده ايدي اروح اودي النادي اودي التمرين اجيبه من التمرين هو اللي واخد الدلع كله هو كمان المتكلم اللي فيهم اللي عنده كمان جراءة غيرهم يعني عاوز يطلع فنان هو كمان لا لا حمزة عاوز يطلع ليه بكورة في بدايات الكورة هو مبسوط طبعا ان هو في النادي الالف المرحلة دي مرحلة التعليم ومعه طبعا الكابتن بدر وكابتن تمر حفني وكابتن عالي الطويل المدرب بتاعه السنة دي ان شاء الله يتحسن ويتطور معهم ان شاء الله مع المهندسة رانا؟ المهندسة رانا خمسة جامعة السنة دي ان شاء الله ربنا يخليها لك وتفرح بيها بنتي كبيرة شوف رانا هتقولك ايه رانا عماد البنته الاكبر عند كابتن عماد والاختة كبيرة انه هعيز الكلام عن بابا فهفتكر ده وعند ايام المعسكرات وايام المتشاط وايام التمارين لان انا حضرت يعتبر معظم الحاجات دي لما كان بيتقال دايما علينا هو احسن مدافع في مصر وفعلا لحد الوقت اي حد بيشوفني بيقول لي نفس الكلام لو حد يعرفني او حد ما يعرفنيش دايما بيقول لي باباكي يعتبر من احسن مدافعين اللي موجودة في مسيرته كلها كان عمره مدخانة عمره معامل مشكلة كان دايما يعني بيوصفوه باحسن يعني الاخلاك اللي موجودة في كلعيب كورة يعني وبرضو لو هفتكر ايام المعسكرات كان دايما بيقول لي انه دايما بيتفائل لما بيكون موجودة طبعا لو هتكلم عن بابا كمدرب فهو زي ما هو مدرب في الملعب هو بيرجع البيت برضو بيقضي ناقش معنا كلام وبيقضي ناقش معنا مواقف ممكن تكون حصلت معاه طيب اعمل ايه طيب تفتكروا الحل ده مسلا كان يبقى كويس وكده التبديل ده كان ينفع بسبب كل ده الناس تقولين انتي ليكي في الكورة زيادة عن اللزوم او بتفهمي الكورة كويس قوي فطبعا ده برضو يرجع لبابا لان هو ما بيفرقش ما بين بنت اولاته ودايما بيعامل كله من ناحية الرياضة كواحد ودايما بنكتسب منه اي خبرة من ناحية الرياضة من ناحية اه لو احنا نتكلم عن التحليل رانا متعاملنا مسئولية اه طبعا يعني انا شكلها كده بتشيل معكم في ال اه يا سلام دي حبيبة باباها طبعا دي الكبيرة الرازينة اه بداية الخير كمان كله يعني رانا ربنا يكرمك فيها يا رب ربنا رب تشوفها على مساء الدين يا رب ان شاء الله بإذن الله نيجي بقى على جوري جوري اخر واحدة بقى اه جودي 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 ولا جوري لا جودي جودي شوف جودي هتقولك ايه يا ترى مخبية ايه وعوزة تقول انا جودي عماد بقى لعب هانبول الفول وتسعة في النادي الاهلي طبعا بينادوني في ملعب نحاس زي بابا وطبعا بيبدا يقولولي ان انا شايلة جنات بابايا في الدفاع واني كده كده لابس رقم اربعة زيه واني طبعا انا فخورة ببابا جدا واني فخورة ان الناس شايفيني زيه واني شايفيني ان انا زيه في حاجات كتيرة جدا وطبعا انا ما حضرتش مع بابا فاطلت لما كان بيلعب كورة خالص بس حضرت معاه هو مدرب وشايف انه مدرب كويس جدا وبحاول اني اكتسب منه خبرات واني حاول على قد ما اقدر ان يكون زيه شكرا يا جودي يا جودي حبيبته طبعا جودي كلامها ده للمدربين والناس اللي حوالينا بيكلموها فيها لابس الصفة اللي كدت فيها هي واخدأ واخدأ هي باك في الهندبول في فيرة النادي الاهلي عشان بتدفع كويس جدا ومخاه بسم الله ما شاء الله برضو في الحياة التوقع وحاجات اللعب دي برضو كويسة ان شاء الله تبقى يعني تكمل مشوار حتى لو كامل كمان في لعبة الهندبول بقى عندي حد بلعب هندبول ويشيل شعار النادي ده بالنسبة لي طبعا طبعا شرف كبير ولادي زي ما حدوك شفت كده هم يعني هم حياتي سمرت حياتي اه يعني 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 عايش عشان ولادي دولك بها هم المبسطين ان شاء الله تشوفهم في احسن ركائها في كل شيء بحاول الحياة اللي انا فيها يعني مش هول ان انا اتحرمت منها اللي انا كان نفسي تكملها اكملها او اعملها انا بشوفها الحمد لله في ولادي جزء التعليم الحمد لله بشوف في ولادي جزء الكرة حدي يكمل مكانك المسيرة في الكرة ان شاء الله ربنا يوافع عبد الرحمن وحمزة ان شاء الله ان شاء الله وجودي فخور بيهم زي ما هم فخورين بيا طبعا وبتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وكل ده طبعا العنصر الأساسي مش موجود وهي زوجتي طبعا ما أنت لو زوجتك وانت بص كده للكاميرا كده هتبلغ لها رسالة ها أنت طبعا لا حياتي طبعا كلها طبعا من أول ثانية وإحنا نعرف بعض من أول قصة حب الحمد لله من أول يوم لغاية دلوقتي النهاردة بنتكلم كنا بنقول 23 سنة لما نرجع لكاتب الكتابة اللي هي 25 سنة عيشنا مع بعض كل الظروف الكويسة وعيشنا مع بعض كل الظروف الصعبة محطات كتيرة عيشناها في حياتنا من أول يوم وإنا كان مشروع في الأول أول ما تقدمت الله رحمه عمي إن أنا أتجاوز يعني إيه لعيب كورة يعني إيه لعيب كورة ياخد بنتي وإيه مستبع عمي كزم الكاوي ها لا عمي لا الله رحمه ده أهلاوه أهلاوه جدا يعني إيه لعيب كورة ويعني إيه ويعني إيه هيفتح بيت هاي إزاي هيعرف يفتح بيت وفيه لعيب كورة كده كان الكلام كده كان برضو خلفيتهم عن الكورة كانت كده لكن وقفها جنبي وقف برضو يعني حماتي جنبي وحماتي برضو من العيلة بنت عم أبويا فإحنا كلنا بسم الله وإن شاء الله إلى واحدة واحدة فوقفوا جنبي وسندوني وهي كمان كانت من أول النازل السنة داك الوقف الجنبي من أول ما بدأنا لأ إن أنت تبقى موافق إن أنت تبقى يعني دا يكمل معاك مشوار حياتك فده مش عارف مش عارف بصراحة الكلام الحلو بيه جواهت كده ومش أول إنه هو يختفي لكن مهما تكلم طبعا مش هو فيك اللي أنت وافى معايا فيه خاصة في المواقف الصعبة شفتك ديه لما كنت أطلع من العمليات وإنت وافى فوق دماغي واشوف العياط دايما في عينيك وتدعيل إن أنت إنه نرجع تاني وألعب نفس الكلام طبعا الله رحمه أبويا طبعا أكبر كان حد سنة بالنسبة لي والدتي طبعا هم دول أكتر تلاتة وأختي وهم دول أكتر ناس عندهم كلمة السر بالنسبة لي اسمه عماد النحاس لما حداك بتقول لي مين عماد النحاس فدول الأربعة الواحدين اللي عارفين اسمي تاني عشان وإحنا بنختم الحلقة الناس برضو نظر لسه في عندنا سئلة سريعة برضو تتفاجئ بي يعني وكده يمكن أنا لما بكلم مراتي مثلا أو أمي أو أبوي أو أختي في التليفون هم الواحدين اللي بيقولولي اسمي اللي أنا مشهور بيه ما فيش حد يعني ولا ليه اللي يعرفوا الاسم ما أنا عرفناه خلاص أهو بقى أه عرفناه لا طيب حوايتك إيه غير كورة القدم وغير الفرجة وغير التدريب وغير أي حالة الأول جنب اللعب تعلمت شوات بلياردو كنت يعني تتعلم بلياردو سنوكر ولا فرنساوي لا فرنساوي رنساوي أه الـ 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 حسيت إن الترابيزة أكبر ومحتاجة مجهود مش ومحتاجة برضو يعني أه حرفانة أعلى يعني فكسل فحسيت إن التانية أسهل شوية طيب أه حب الصد؟ أه لا للأسف أتحب السفر؟ السفر ممكن أه ممكن أه السفر أه حب تقرى كتير؟ أه في الوقت الحالي أه بعد كورة أه يعني إيه آخر كتاب قريط أه أنا أحب دائما الحياة اللي هي له سيارة أنا قصص القصير أه يعني أي حياة يعني مثلا زي اللي أنا فيه النهاردة النهاردة أنا شفت حضرك مستضيف حد والكلام ده كله تكتب اللي إحنا قلناه كله ده مكتوب أنا بدأ المسكة الموضوع من أوله ما ينفعش أرى العنوين واسكت أه لازم تكمل أرى كلام كله فدي أنا بحسن أنها ثقافة عامة مش راية اللي هي راية أن أنا أمسك كتاب وأرى كتاب للآخر يعني أنا بحب أن أنا أه تكمل كل الموضوع أه تحب الأكل؟ أه مش مش حب أد ما هو يعني أكلات معينة إيه الأكلة اللي أنت بتفضيله عنك يعني كان طبعا هي والدت ومرت أكتر حد عارف البامية والسلام كمان بقى لما يعني من إيدي اللي اتنين دول ومرتي فرحة جدا لما عارفت تعمل وبعد دلوقتي أحسن وحماتي برضو نفس الكلام بتعمل البامية وكمان باللحمة الأكل بقى العادي إحنا لعبت الكرة حدراك عارف بتدوس في أي حاجة؟ إن إحنا من كتر الفراخ اللي كانها خلاص يعني طلع علينا ريش زي ما بقول لها طيب بتحب تدخل المطبخ؟ لأ أنا أخر كبات شاي يا دكتور كبات شاي أنا أخر كبات شاي لأ طيب أنت قلت لي أكلة معينة اللي هي البامية أنت بتقولها آه ليك في السوشيال ميديا؟ لأ برضو ما ليكش في السوشيال ميديا؟ لأ أنت شايف أن السوشيال ميديا أثرت على المناخ العام كله في السياسة ورياضة وكل حاجة؟ أكيد يعني فيها للأحسن ولا للأوحش؟ لأ مش بتظهر الحياة اللي هي الحقيقية يعني بحس إن هي ممكن يبقى موضوع سهل وبسيط أو موضوع سوريا مش هول إنه تافه لكن الموضوع دي وممكن يبقى موضوع كبير وإنت ما تدلوش أي أهمية وإنت بتتكلم عليه ففي مجال التدريب لأ طبعا فيه ناس بتعرف تتعامل كويس مع السوشيال ميديا وفيه ناس لأ هي بعيد تماما زي حالة تغير مدرب وموك تغير رئيس لدي بيحصلتها هي بأسلوب وعامل ضغط على المنظومات ليك في الأفاني الأديمة؟ لا برضو ما ليكش في الأفاني الأديمة؟ لا طيب ليك في الأفلام الأديمة هاربيو ديسويد؟ أه عشان مراطي هي اللي هرياني أبيض ويسود إيه الفيلم اللي بتفرج عليه مجيعة للزمن الجميع؟ أنا ممكن أكون عشان لو أنا عاد قدام التلفزيون وماسك الروموت فأول حاجة هروح للرياضة للرياضة ولو رجعنا للأفلام أو للحياة اللي بتجيب كوميدي أنا بحب دائما الحياة اللي فيها كوميدي أكتر مصرحيات أكتر مراطي هي اللي تروح على الحياة الأديمة أبيض ويسود لازم وما ينفع شالب إيه المصرحية أو إيه الفيلم اللي أبيض ويسود بتشوفه بيرجع كده سنين ورا كتير لا كتير 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 وأنت حضرك فكرنا أنا ما فيه أفلام إسماعيل ياسين كل أفلام إسماعيل ياسين إيه مصرحيات الأستاذ فاد المهندس لا مصرحيات أستاذ عاد الإمام وفاد المهندس ده برضو بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر